نظمت مدرية الصحة بمحافظة سهاج قافلة طبية علاجية مجانية بالوحدة الصحية بقرية الفرفرة التباعة لمرتز سهاج تشمل القوافل جميع تخصصات طبية وتأتي القافلة ضمن خطة المنظومة الصحية التي تعتمد على انتقال الخدمة الطبية للقرى والأماكن الأكثر احتياجا وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين نحن النهاردة عندنا قافلة طبية في قرية قراقرة مركز سهاج هدفنا الرئيسي أن نقدم خدمة بالمجانة للمريض الكشف يكون بالمجانة وفي نفس الوقت الأدوية بالمجانة معنا 127 صنف من جميع الأدوية وأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة من الضغط والسكر وارتفاع الكوليسترول في الدم القافلة بتقدم خدمات طبية مجانية كتير جدا من طبع حالات المزمنة زي الضغط والسكر وأمراض الصدر وكمان فيها علاج مجاني وكمان فيها عيادة كتير جدا بما فيها بطنة وأطفال ونسا وعزام وجلدية وأمراض صدرية نحن جئين في قافلة طبية علاجية النهاردة عشان بنوقع الكشف الضب بالمجان على المرضى وجميع التحالي بالمجان والعلاج بالمجان والحالات التي تحتاج تحول المستشفى بنحولها فالقافلة تعتبر فرصة ممتازة بتوفر العلاج للمرضى بالمجان اللي هم الغير قادرين على أنهم يأخذوا العلاج نشكر جميع المسؤولين على هذه الخدمة ونشكر كل المسؤولين والحمد لله لعلاج مجاني طبعا نشكر القيادة السياسية برئاسة الرئيس عفتاح السيسي والمبادرة الكريمة لإحضار الكشف الطبي المجاني للبلدة وأهالي البلدة ونشكر كل المسؤولين على الدعم للشعب المصري وأهالي القرية الكرام